موسيقى جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلي حيث يشهد سوق العقارات في اليمن حالة من الكساد وانخفاضا كبيرا في النشاد الاقتصادي مدفوعا بارتفاع الأسعار التي تجوزت الحدود المنطقية والمعروض الكبير لبيع العقارات والأراضي في كافة محافظات الجمهورية وقالت مصادر الاقتصادية أن سوق العقارات انخفض بشكل كبير في حركة البيع والشراء نتيجة الظروف الاقتصادية المتردية والسمرار الحرب والترقب الحذر من قبل الرجال المال والأعمال الذين أوقفوا عمليات البيع والشراء للأصول الثابتة تجنبا للخسائر وكان قضاع العقارات أكثر قضاعات الاقتصادية جذبا للأموال خلال السنوات الماضية حيث وجه المغتربون والسياسيون والمتنفدون والصرافون أموالهم لشراء أصول عقارية تجنبا لمخاضر الاستثمار أثناء الصراع ويأتي تدني حركة سوق العقارات بسبب أسعارها الباهضة بعد أن حققت ارتفاعا في قيمة السوقية تجاوزت 400% خلال السنوات الماضية خصوصا في صنعاء وعدن وحضر موت وإب ومارب وأجزاء من محافظة تعز منها مدينة المخى شهدت العاصمة المؤقتة عدن توقيع عدد من الاتفاقيات لتنفيذ 12 مشروعا للمياد تعمل بالطاقة الشمسية وتوفير الطاقة لمرافق تعليمية وصحية ومنازل بمساهمة ثلاثية من البرنامج السعودي وبرنامج الخليج العربي للتنمية أجفند ومؤسسة صلة للتنمية وتهدف هذه المشروعات لتحسين جودة حياة المواطنين في خمس محافظات هي حضر موت وأبيا ولحج وتعز والحديدة توقع البنك الدولي أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي ترليوني دولار في العام 2022 على أن يصل إلى 6 تروليوني دولار بحرور العام 2050 وأكد التقرير على توقعاته بنمو اقتصادات دول الخليجي بنسبة 6.9 في العام 2022 على أن تصل إلى 3.7% و42% في 2023 و2024 توقع صندوق النقد الدولي ارتفع التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليسجل أكثر من 12% في العام الجاري 2022 وقال الصندوق أن التضخم ارتفع على نحو المفاجئ وتواجه المنطقة أجواء من عدم اليقين الاستثناء ومخاطر حدوث تدورات سلبية متوقعا نموا حقيقيا بنسبة 5% في العام الجاري وأخيرا طالب الرئيس الأمريكي شركات النفط والغاز باستخدام أرباحي القياسية لخفض التكاليف للأمريكيين وزيادة الإنتاج أو دفع معدل ضرائب أكثر وانتقد بايدون شركات النفط الكبرى التي تجني أرباحا كبيرة بينما يدفع الأمريكيون الذين سئموا التضخم الكثير من المال لملء سيارات بالوقود اشتركوا في القناة